المناطق الوسطى والجنوبية وإلى حد بغداد هذه كلها تحصد قبل الدول الجوار بفترة بعيدة جداً هذه الدول تتأخر نجي للمناطق الشمالية اللي هي تتزامن تقريباً مع الدول الجوار اللي هو جول السورية يعني تحديداً إشقد راح تقدر نعبر يعني أنا مرات أقولهم أولين أسأل حدود عدنا بيها مشكلة المنافذ بيها مشكلة ما هو أحد يختلف يقول والله عدي منافذ مثالية ومئة بالمئة ماذا قد تريد تعبر؟ يعني أنا عندي ستة وأربعمية الشاحن الوحدة يشيلها خمسين طن إي أسأ أنا إذا أريد عبر لي ألف تريلي أنا ما شايل لي مواصل للمليون ألف تريلي إذا أريد وقفها منها توصل للحدود السورية يعني تعبر هاي الكمية الكبيرة تعبر عشرين، خمسين، مئة تريلي هي خمسين ألف طن مئة تريلي خمسمية تريلي هي أرقام ما ممكن تعبر هذه الكميات اثنيا عبرت هاي الكمية شلون أجيب لها خطة زراعية أنا اليوم المزارع من يريد يسلم مو رح يسلم ياخذ عنده حنطة يحصل ويروح الآن قبل الحصاد وقبل البداية كل مزارع عندنا يروح يسجل بالزراعة زراعة حصت محافظة مثلا أكس من المحافظات محافظة كربلا حصتها مئة ألف دونم يسجل الأسن مئة ألف دونم يجي يا هما المئة ألف اللي يشملون من اللي عنده هو مليون هو راح يختار المئة ألف القريبين على النهار عنده نسبة اللي نحن بقيت لك الآن مثلا مليون ونص زين اشقد نسبتها من المليون ونص عنده مثلا عشر تالاف دونم مروي تسجل فياخذ دول العشر تالاف اللي هما قريبين على النهار تسجل وهذا اللي سجله عضو من الجمعيات الفلاحية من الموارد المائية بالتالي إمكانية التلاعب ضئية فهذه كل السجل أي وقت الاستزراع تطلع لجان وتأكد أنه كامل بالحصاد يتزود بقرص لوزارة التجارة قلت ذولي أو وزارة التجارة الزارعين هذه أسماء وهذه مساحاته وهذه كمية فمو بسهولة تعبر ألف طن فإذا تريد تتعبر هذه الأرقام الكبيرة لكن إحنا للأسف يعني جاي يبخص حقيقة حق الوزارة وجهد هذا الفريق وجهد الحكومة أنه دائما وقت الإنجازات تجيك هذا التشير والتسقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر